بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله راح نلقي المزيد من الضوء على الـ variables و data types أو المتغيرات ونوع ونوع البيانات راح نسوي إن شاء الله برنامج جديد لحساب محيط الدائرة نسمي البرنامج نسمي الـ project circle نسوي class أو الـ class راح نسميها برضو circle ونختار public static void طيب اللي نبغى نسوي في هذا البرنامج هو إننا نحسب محيط أو عفوا مساحة محيط ومساحة الدائرة محيط الدائرة هو كده التذكير هو اثنين في اثنين في اه اه الدائرة أو circumference بالنسبة ل مساحة الدائرة هي pi في أو الأطاق في مربع نصف القطر إذن في r تربيع هذه هي هذا هو القانونين اللي نبغى نسويهم طبعا عندنا المدخل هو نصف قطر الدائرة هذا هو المدخل اللي نبغى نقراف من المستخدم إذن خلوا أول شي نبدأ بعملية الـ import حتى نجهز أنفسنا java.util.scanner فالآن نسوينا import لـ Scanner وخلوا نسوي متغير من نوع Scanner نقول Scanner نرجع ريدر أو نسميه زي ما نبغى new Scanner وقلنا هذا الجزء ما يتغير أبدا system.in الآن جهزنا أنفسنا لعملية القراءة الآن خلوا نعرف متغير اسمه r ومتغير هذا هو راح يكون فيه قيمة نصف القطر اللي راح نقراها زين وراح نستخدم العدد الصحيح int int r إذن عرفنا قيمة المتغير r هو عبارة عن integer ونسند له reader.next int زين إذن لما الكمبيوتر ينفذ أنه سطر هذا راح يقرأ integer من المستخدم وبعد ذلك كده يخزنه في متغير في مكان في الذاكرة أو متغير من نوع integer ومن نوع integer أو عدد صحيح بمعنى عدد بدون فواصل وقيمة واسمه أو identifier حق المتغير هو r زين اختصاراً لradius أو نصف قطر الدائرة طيب الآن أخذنا قيمة نصف قطر الدائرة بقينا قيمة pi أو طع أو نسبة محيط الدائرة إلى قطرها أولاً طبعاً في عدة ملاحظات بالنسبة للpi زين الملاحظة الأولى هو أن pi أو t ليس عدد صحيح معنى أنه عدد حقيقي أو real زين إذن في الحالة هذه احنا راح نستخدم الآن يعني بشكل حتى البسطة العملية راح نستخدم 3.14 القيمة هذه قيمة فيها فاصلة طبعاً قيمة فيها فاصلة ما نستطيع نخزنها كإنتجر زين كعدد صحيح العدد صحيح ما يخزن القيمة فيها فاصلة مضبوط فإذن راح نستخدم double زين فنكتب double pi وبعد كده بما أنه pi حنا عارفين قيمته يعني ما لا معنى أن نخدم المستخدم لأنه pi قيمته ثابتة ما تتغير أبداً فإذن مباشرة نسند القيمة ونقول 3.14 هذه هي القيمة في هنا ملاحظة مهمة جداً وهي أنه pi قيمته لا يمكن تتغير أبداً لأنه بلغة العمية آخر كلام أو هذه القيمة النهائية القيمة هذه ما نبغى تتغير أبداً الكمبيوتر راح يحمي المتغير pi ما معنى الكلام هذا؟ لو قلنا في مكان ما مثلاً لو قلنا كلمة الشيء التالي pi pi gets مثلاً 4 على طول أعطانا error عملية سناد لاحظوا نحن نسوينا عملية سناد إلى متغير pi متغير موجود وتم تعريفه يعني ونوعه double فيعني ما في مشكلة أن نحط نحط فيها العدد أربعة double مو معناته أنه لازم في فاصلة لا قد يكون في فاصلة وقد يكون ما في فاصلة عادي زين الانتجر لا يمكن أن بد يكون في فاصلة غير مسلوحة لازم يكون عدد صحيحة الدبل قد يكون عدد صحيحة أو قد يكون عدد غير صحيح زين معنى العدد في فاصلة أو ما في فاصلة فإذن ما في ولا مشكلة من المشاكلة هذه المشكلة الفعلية هي final أنه هذا نخلينه final خلاص القيمة مجرد أن نوضعنا القيمة الابتدائية 3.14 في pi خلاص لا يمكن نضع قيمة أخرى زين هذا بطلب مننا حنا طلبنا من الجافة ولو رح نشفنا الأرور هنا زين The final local variable pi cannot be assigned لا يمكن نكتصوي assignment أو اسناد لل final variable pi زين إذن هذا نسمي نسمي pi هنا في هذه الحالة فعليا هو متغير فيما كان في الذاكرة لكنه متغير من نوع خاص قيمته ثابتة فنسميه constant 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 أو ثابت زين معنى قيمته لا تتغير أبدا نضع فيه قيمة ابتدائية وخلاص ما عليك تتغير أبدا يفضل دائما إذا منك عرفت constant أنك تستخدم capital letters في التعريف مضبوط يعني هذا convention هذا ليس مطلوب من الجافة وإنما convention أو شيء متعرف عليه بين المبرمجين طيب الآن بعد ما عرفنا pi الآن نبغى نحسب قيمة circumference أو محيط الدائرة كيف نحسبها؟ أول شيء القيمة هذه آآ 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 شاسمه؟ نقول أثنين نكتب الإكسبريشن أثنين في آآ في آآ 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 طبعا زي ما قلنا قبل الإكسبريشن الحادذاته لا يكفي ليس عبارة وإنما تعبيت المتجهة يكون عندنا عبارة كاملة لازم نخزن القيمة هذه في متغير السؤال الآن المتغير هذه رح يكون نوعه إيش؟ الديتا تايب حقه راح يكون ايش زين حنا هنا اخترنا int لR لانه كان عدد صحيح حنا قلنا نصف القطر راح يجينا عدد صحيح input من ال user عدد صحيح بينما pi اخترنا double زين لانه عدد فيه كسر عفهم عدد فيه فاصلة زين وهو فعليا pi ليس عدد كسري وانما يعني حتى ليس عدد صحيح وليس عدد كسري وانما عدد حقيقي زين المهم انه عدد فيه فاصلة مضبوط فاذا هنا اخترنا double فهنا بما انه راح يكون العملية فيها integer اللي هو R فيها double دائما نأخذ الاكبر فيما بينهم من ال two data types هذولا مضبوط والاكبر من ال two data types هذولا هو double لان اي عدد صحيح هو عدد حقيقي ولكن ليس اي عدد حقيقي هو عدد صحيح هذه مهمة جدا اي عدد صحيح زي مثلا الخمسة او ستة او سبعة هو في نفس الوقت عدد حقيقي خمسة او ستة او سبعة اي عدد حقيقي ولكن ليس اي عدد حقيقي هو عدد صحيح لازم نخزن القيمة في data type متوافق مع الاثنين وبالتالي راح نخزنها في variable من نوع double circumference او محيط الدائرة ياخذ القيمة هذي لاحظ لو جربنا نقول هنا int ماش راح يصير راح يعطينا error مضبوط ولو جينا هنا يقول لك ما يمكن ما يصلح ال types او data types ما تضبط مع بعض زين لا يمكن ال pi هذا double والdouble كبير ما يمكن انك لما تضربه في لما تضرب الدبل في ال int تبقى النتيجة double وتضربه في العدد الصحيح 2 تبقى النتيجة double لا يمكن النتيجة حقه ال expression هذي double نوع النتيجة نوع النتيجة حقه ال expression هذا double لا يمكن انك تخزنها في int مضبوط لازم تخزنها في على الاقل double مكان كافي في الذاكرة double مكان في الذاكرة اللي ياخذ خزن double زين لا يعني غير المكان اللي يخزن ال int ونوع ال data types مضبوط اذا خزنا الان circumference نفس الشي لما نجي نحسب ال area او المحيط حق الدائرة فلازم نعرف double area gets بعد كذا الان نقول pi phi r phi r واضح اللي هو هذا r تربيع اذا حسبنا circumference وحسبنا ال area الان نقول system.out.println share اللي هو محيط الدائرة مضبوط وبعد كذا نقول system.out.println وهذه هي ال area انا هنا لاحظوا اني اخطيت لما اكتبت خطأ جدا يتكرر كثيرا مضبوط خطأ جدا بسيط وتافه لكنه قد يسبب مشكلة كبيرة خصوصا اذا كنت شخص مبتده في البرمجة وهو انك اخطيت في spelling حق ال variable في تهجئات ال variable ال spelling الصحيح هو EA هذا اللي انت كتبته اذا لازم هنا بينما هنا انت كتبت AE ممكنك تشوف تقول ليش وش الخطأ وش المشكلة يعني مواضح لك خصوصا انه فيه A و E و A فيه اكتر من حرف مضبوط فانتبأ دائما انتبأ النقطة هذي لازم يكون spelling حق ال variable نفسه في كل مكان متطابق تماما مجرد انه اختلف spelling هنا على طول الكمبيوتر وقف قال لك هذا variable انت تحاول تستخدم variable غير معرف مضبوط هو ما يدري انك انت تقصد بالاسم هذا تقصد فيه الاسم هذا لا هو يظن انك تبغى تستخدم variable وانت ناس يتعرفه فاذا هنا لازم تنتبأ تروح تعدل الاسم لازم تطابق الاسم من ناحية ال capital من ناحية ال small من ناحية الترتيب جميعين لازم الاسم نفسه بالضبط بالملة يعني زي ما يقول الآن حفظنا نجي ننفذ على البرنامج وطبعا يطلب مننا يدخل لنصف القطر نصف القطر مثلا نقول 4 وعطانا المحيط حق الدائرة ومساحة الدائرة بهذا تقريبا بهذا نختم درسنا اللي تعلمنا فيه عن اهمية data types وكذلك تعلمنا فيه constants أو الثوابت اللي ما نبغى اللي ما نبغى قيمة استغير أبدا وعن كلمة final أني استخدمها حتى نعرف constant أو ثابت موسيقى